مضمن الأسئلة توردتنا في اليوتيوب كذلك الأب إذا أراد أن يهب أبنائه هل يوزع الهبة بناء على المراث مثل بالذكرة مثل الحضل و أنتين أم أنه لا بد أن يساوي بينهم في هذه الهبة نعم الهبة هي المنح المطلق المنح المطلق أو العطية المطلقة التي لا يراد منها إلا يعني تطيب خواطرهم مثلا أو زيادة أموالهم فقط أما ما يتعلق بالحاجات فلها باب آخر إذا كان يحتاج أو كان مريض أو شيء من هذا القبيل هذه لها وضع آخر يعالج أيضا بطريقة أخرى و له طوال عداء لكن السؤال عن الهدية فأنا أعرف الهدية بس حتى لا يلتبس على الأخ الهبة نعم الهدية أو الهبة أنها تكون بالعدل و أقرب الأقوال في العدل أن يكون للذكر مثل حظ المنتهيين لا سيما إذا كان مالا ذا بال يعني هدايا العيد و نحوها و أمر بسيط و كذا هذا الأمر فيه واسع و بعض الآباء و الأمهات يعطونا الهدايا العيد بما يناسب الطفل له ما يناسب و الغلام له ما يناسب و البنت كذلك و البالغ و المتزوجة الأمور قد تختله بعض الشيء و يكون أحيانا هذا هو العدل في الهدايا الطفيفة أما الهبات المعتبرات تكون بعشرات الآلاف و عشرين ألف و أكثر و نحوها عند الأصحاب الأحوال المتوسطة فهذا لا بد فيه من العدل و أصح الأقوال أن يكون للذكر مثل حظ المنتهيين من الله و أعلى شكرا